ناخد بقى الدولة العثمانية قلنا أول حقيقة عندي نخبرنا تعريف خدمة من هم العثمانيون عرف العثمانيون نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان ابن أرتغرل ونشأت أواخر القرن الثلاثاشر الميلادي تاني العثمانيون هم قبائل من أسيا الوسطى عرفوا بالعثمانيون نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان ابن أرتغرل خلنا بلنا هنا عندي أول اسم عثمان ابن أرتغرل عشان منتلغبطش فيه ده مؤسس الدولة إنما لو أنا قلت فتح السلطان نقط القسطنطينية اللي كانت عاصمة للدولة البيزنطية واتخذها عاصمة للدولة العثمانية هتقول لي السلطان محمد الثاني أو ما لقد بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية سنة 1453 الاسم الثالث السلطان سليم الأول ده اللي تولى الحكم من 1512 ل 1520 وده كان عنده رغبة للتوسع في حدود دولته فاتجه إلى المشرق العربي في أوائل القرن الثلاثاشر الميلادي يعني عندي الأمير عثمان ابن أرتغرل ده المؤسس لفتح القسطنطينية واتخذها عاصمة من الدولة البيزنطية عاصمة للدولة العثمانية محمد الثاني أما الذي اتجه نحو المشرق العربي في أوائل القرن الثلاثاشر الميلادي هو السلطان سليم الأول طيب تعالي نشوف إيه هي المراحل اللي مر بيها العثمانيين العثمانيين اللي سيطروا على مصر والشام ما ننساش إن في الفترة دي مصر والشام كانوا تحت حكم دولة المماليك مصر والشام كانوا تحت حكم دولة المماليك معنى ذلك هيحصل صدام بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بس الأولى تحصل في الشام وده يتم في موقع اسمها مارك دابك 1516 طبعا اتجه فيها السلطان سليم الأول لغزو بلاد الشام ضارت المعركة ما بين المماليك والعثمانيين بقى لو أنا قلت أطراف المعركة هتقول لي العثمانيين والمماليك العثمانيين كانوا بقيادة السلطان سليم الأول أما المماليك كانوا بقيادة واحد اسمه كونسوة الغوري والاسم ده مش عليك إنتبه سنساتة ما تكبر في تلتة عديدة شوية هتاخدوا إن شاء الله خلاص المعركة كانت 1516 مارك دابك في شمال سوريا لو قلت النتائج المترتبة على موقعات مارك دابك هنقول سقطت مدن الشام في يد العثمانيين وانفتاح الطريق إلى مصر معركة تانية اسمها معركة الرايبانية 1517 برضو كانت ما بين العثمانيين والمماليك هنا تجهل العثمانيين إلى مصر لو قلت السؤال بما تفسر رغبة سليم الأول في فاتح مصر ليه مصر اللي أصر عليها سليم الأول أو اتخذها على طول بعد شم هتقول لي لأنها المقر الرئيسي للمماليك رقم 2 مفتاح المشرق العربي طيب لو أنا قلت الأطراف أن السلطان سليم الأول هو قائد العثمانيين وقدامه القائد تومان باي اللي هو قائد المماليك قعد جيش لمواجهة العثمانيين ودارة المعركة في الرايدانية في صحراء العباسية في مصر من نتاج مترتبة على المعركة الرايدانية من رقم 1-3 عشان إجبالتنا تبقى منظمة رقم 1 هزم المماليك ودخل رقم 2 دخل العثمانيين القاهرة في يناير 1512 رقم 3 انتهت دولة المماليك رقم 4 أصبحت مصر ولاية عثمانية وبكده تكون مصر والشام سيطر عليهم العثمانيين واصبحوا تحت السيادة العثمانية وانتهت دولة المماليك نهائيا في معركة الرايدانية لو نسألتك سؤال صح أو خطأ اصبحت أو صيت انتهى حكم دولة المماليك بعد معركة الرايدانية